السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي في الله إنما كنتم طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات النطاق الصحيح للقرآن الكريم لازلنا في سورة الأعراف وصلنا لصفحة 157 والجزء الثامن الآية 58 أحبة الأكارم راح نقراها بنفس واحدة خذوا نفس عميق وارتاحوا وقرأوا بعد الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولا ولا مرقق مفخم أحرف الاستعلاء سبعة خصة ضغط قض ولا 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 قا البعض يقول ولا قا لا لا ما عندنا اللا بالحروف العربية لا لي ل ولا ولا قا ولا تكوير الشفاء لما تقول القاف لما تقول أحرف الاستعلاء هي المفتوحة فتجين تتكور الشفاء لا اعمال للشفاء فيها تضم الشفاء تقول خطأا ولا ولا قا دي هذه غلط الصحيح ولا قا دي شوفوا الدال مقلقة لقلقة لصغرة في وسط الكلام شلو موسط الكلام ما راح أقف عليها مرتبطة بكلمة جئناهم فأضرب المخرج بسرعة وأهرب ولا قا دي جئناهم ولا قا أعطيت كل حرف حقه مستحق قوة لا أقول ولا قا دي جئناهم شوف وقفت على المخرج الدال هذه ليست قلقلة عندما تقف على المخرج تجلب المخرج عند لك يعني مساكت المخرج هذه ليست قلقلة أد أد ولا قا دي ولا قا دي هذه هي القلقلة الله يرضى عنكم اضطراف المخرج وأقولها أنا دائما أضرب المخرج وأهرب بسرعة جي شوف الجيم مكسورة جي والهمزة في ساكنة ودائما أقول لحضراتكم لما تجينا همزة ساكنة في وسط الكلام لازم أسويها ما قطعين الكلمة حتى أنا لا تتقلقل معايا الهمزة وأغفر لو تار صوتية جيدا جئناهم جئناهم بهذه الطريقة تتدرب على الهمزة الساكنة في وسط الكلام حتى لا تقول جئنا جئنا شوف هذه قلقلة أو جئنا عدة همزات هذه غلط وهذه غلط إذن جئ بس خلص نا جئ نا جئ ناهم جئ ناهم جئناهم جيدا تعلمنا الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة وعندك الميم في جئناهم جاء بعدها باء بكتاب إخفاء شفوي عندك فريقين الفريق الأول يقول بالفرجة ولديه دليله جئناهم بكتابه والفريق الثاني يقول بالإطباق من غير كز ولديه دليله وأنت كما تأخذ من شيخك جئناهم بكتابه دائما نقول لكم الكلمات التي تنتهي بالهاي والميم والتائي والميم والكاف والميم لا أكبر قطرة تكوير حتى لا يصير هوم هوم كوم تم لاحظتم هي هو ولا تسحب الضمة للها والتا والكاف إلى الميم التي هي ساكنة فننتبه لا تقول جئناهم ها وين أنا دخلت في غنة الإخفاء الشفوي ولزالت الشفاء مضمومة فانتبهوا بارك الله فيكم خلص جئناهم بكتاب ب A B C شنو A B C تذكر صوت ال B الإنجليزي حتى تجيب الباء العربي المكسور ب بكتاب كي كسرة تلك ب كي بكتاب أقول لي بكتاب فصلناه هذه إمالات تقليل لا لا تبتسم بالشفاء لا تسحب اللسان للخلف لا تجعل اللسان الشكل مفترش اللسان مرتاح آ آ بكتاب بكتاب فصلناه هكذا بهذه الطريق تنوين كسر جاء بعدها ففصلناه عدنا حكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء النون مع الفاء تنوين مع الفاء قاعدة أخذها عندك باطن الشفاء السفلة ها ها باطن الشفاء السفلة مع الثنائي العليا من غير طبق للشفاء لا تطبقها لا تخنق الغنى بكتاب كسرة كسرة ما تختلص ما تقول بكتاب كتاب 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 هكذا اختلاسة الكسرة فننتبه بكتاب بكتاب ف بكتاب فصل لاحظتم الآن بهذه الطريقة احنا ما تخنقناها تقول بكتاب فصل وين الغنى انت خنقت الغنى وصارت كأنه ميم وليس ف في كلمة فصل عندك الصاد مفخمة مرتبة ثانية فالبعض يقرأها ف فصل طيب أرجع إلى الفاء عندنا ف في ف ما عندنا ف في ف لا ف ف ف ف ف ف ف وشوفوا كيف أنه أجيب الصاد الساكنة والصاد فيها صفير وجريان للصوت والنفس وما أكور الشفاء ف ف ف غلط ف ف انتبه أنا ما كورت ف وعطيتها تفخيمها ارتفاع قصر لسان التفخيم انت تتحرك فيه تخلي الدماغ يروح ينطل أوامر يا قصر لسان ارتفع فصلناه واللام ساكنة البعض يضغم هذه اللام في النون فصلنا فصلنا وين اللام إذن فصل شوف اللسان لازم تنطي مجالي روح بالبينية بالتوسط إلى مخرج اللام اللي هو في المنطقة اللحمية ما بعد الثناية العليا فصل فصلناه ما تقول لي ناهو مثل ما ذكرت لحضراتكم بكتاب التقليل الألف بعدين عندك ألف ساكن قبلها نوم مفتوح ما الطبيعة حركتين على شوف على علم شوف ألف ساكنة قبلها لام مفتوح ما الطبيعة حركتين في كلمة على علم كسرة العين لازم أنت دائما ما تختلص كسرات الحروف جمالية الكلمة القرآنية أن تتم الحركات وخاصة الكسرات على علم شوف اللام الساكنة مثل فصلنا علم علم أعطيها البينية لأن الصفات تتجلى في الحروف الساكنة ما هي الصفة الواضحة البينية لله تنوين عندي كسر جا بعدها ها هدى إذن هذا أحد حروف الإظهار أخي هاك هاك علما حازه غير خاسر أول حرف من كل كلمة في هذا البيت هي حروف الإظهار الحلقية الستة والتي هي الهمزة والها والعين والحا والغين والخا ولازم أكسر جيدا ثم نون ظاهرة بعدين ها هدى علم هدى علم هدى هكذا هذا الإظهار ليش أنطي مجال للنون حتى أجيب المخرج الليساني والمخرج الخيشومي لأنه فيها مخرجين النون والميم فيها مخرجين دائما لازم من تقول إظهار نسمعها نسمع جيدا الميم والنون تكون ساكنة علم هدى 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 شوف نضم الشفاء وكل مضمم فلن يتم إلا بيضم الشفتين يضم عندك تنوين فتحجة بعدها واو ورحمة هدى شوف لا البعض يجعلها واو صافية الإضغام لما يكون عندنا النون أو التنوين مع الواو البعض يجعلها واو صافية هدى شوف ما في غنى الغنى وين الغنى من الخيشوب هدى ما في غنى غلط إذن هدى هدى هكذا هدى ورحمة ورا ومرقق را مفخم ما ما تقول لي أنت ورحمة و هذا لا يستقيم هذا غير صحيح وهكذا مرقق را مفخمة مفتوحة تقرأ ولا أكور الشفاء أقول ورا ورا غلط ورا ورا وراح والحاء الساكنة دائما أقول لكم الحاء الساكنة دي ربالكم عليها رقيقة لطيفة ما طلع لي فيها شحطة أو بحة ورحمة حتى هذه ما صارت رحمة تخوف الناس انت ورحمة لا ورحمة 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 تنوين تنوين وفتح جاء بعدها لام لقوم شوف كيف رسمت الشدة على لام لقوم حتى تبين لك بأن هذا حكم تنوين مع لام يضغم بغير غنى تتحول تصير ماذا لام مشددة يعني ناكل النون تتعوب بي لام مشددة ورحمة غلط شوف لا سمع لنون ورحمة لقوم غلط ماذا أفعل رأسا تل تل ماكو نون ورحمة لقوم لاحظت ورحمة موين النون ما في نون أكلنا النون هذا هو إضغام من غير غنى ولا أطيل جريان صوت في اللاما مشددة ورحمة لقوم هذا غلط لأنه صارت رخاوة والرخاوة ليست من صفات اللام البينية من صفات اللام يعني الصحيح ورحمة لقوم هذا بس والقاف لقوم مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة الواو وولين ما تجي أنت تصرخ لقوم لا هذا أنت حولت الواو اللين لين السهلة السلسة إلى ومشددة بنبرها لا تنبرها لقوم تنوين وكسر جاء بعدها يؤمنون لا تجعل أدغام بغنى لا تجعلها يا صافية لقوم يؤمنون لقومي ما في غنى إذن لقومي هذه الغنى واكسر المين لقومي لقومي ما تقول لقومي قومي هذا غلاط ما اختلست الكسرة أعطيها حقها لقومي لقومي يؤمنون شوف الهمزة الساكنة في كلمة يؤمنون في وسط الكلمة مثل ما قلنا جئناهم نفس الحالة فككها سويها مقطعين المقطع الأول ينتهي بالهمزة المقطع الثاني يبدأ بالحرف الذي يلي الهمزة يؤمنون يؤمنون ولا تسحب ضمة الياء إلى الهمزة تقول يؤمنون يؤمنون غلط أنت ضمعت الشفاء في الهمزة لا تضم الشفاء في الهمزة همزة ساكنة إذن يؤمنون هكذا خلصت نفسي من أنه أقلق لها ماذا أقول غلط يؤمنون أو يؤمنون عدة همزة لا عدة همزة صح ولا القلق لها صح لا بد أنه أنت تغفل الأوتار الصوتية وبعدين رأسا تنتهي وتروح إلى الحرف الذي يليه يؤمنون هذا الصحيح يؤمنون كسرت الميم وعندك الواو انحصرت ما بين نونين فلا بد أن تضم الشفاء إلى الأمام جيدا تضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية السفل الثانية السفلة ترفع قصة اللسان تغفل يؤمنون وليس ولا تسحبها هذه الواو إلى النون تقول نون غلط تقفل ساكنة ترجع بالشفاء للوضع الطبيعي نون هكذا أحبتي الأكارم الآن الآية 53 فيها تقريبا أربعة أسطر عندي على كلمة تأوي له جين افتحوا المصاحف الله يبارك فيكم انظروا معي ثم بعد ذلك ما عندي أي علامة وقف إلى السطر الثالث كنا نعمل وبعدين إلى نهاية الآية يعني راح نقرأ مقطع الأول يقف عنده تأويله ثم بعد ذلك نعمل ثم بعد ذلك يفترن وشوفوا راح يكون عندي نفس الأول طبيعي أما الثاني راح يكون انفجاري لا بد ما هو الانفجاري أنه أنا راح أخذ نفس إلى أن أحس أنه الرئة تريد أن تنفجر خلاص بعد ما كو ما تستقبل مليم واحد بعد الرئة هو هكذا أنا وما أطلع إلا أقرأ حتى أنا أسيطر بس سراح نسويه هل ينظرون إلا تأويله الآن النفس الانفجاري يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل هل من مبارز كلكم تأخذون النفس الانفجاري وتقرؤون الآية من يوم يأتي إلى نعمل بنفس واحد ومسيطر ولا قرأتها نعمل ما قرأتها نعمل خلاص النفس هذا غلط يعني أنت ما وصلت لازم تقرأ كلمة نعمل بالأخير وأنت مرتاح نعمل هكذا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل لم ساكنة بينية هل ي هكذا هل ي ي ي مرقق شوف هل ي ليش راح يجيني وراها نون ساكنة بعدها ضاء ضاء من حروف الإخفاء وضاء من حروف الاستعلاء مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة فلابد أن آتي بغنة مفخمة يعني ما قل ينظ ينظ هذا غلط لازم تفخم الغنة ينظ 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 واللسان وين رايح ضاء إلى مخرج الضاء ين ين لاحظتم أنا أبالغ حتى تشوفون أنا وين رايح حتى لا تقول لي ين هذا ما إخفى هذا إظهار فننتبه إذن هل ولا تفخم اليا هل ين 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 ضرون ضو ضو ضم الشفاء رو مفخمة لأنها مضمومة ولو ساكنة بعدها حركتين ما الطبيعي لازم أقرع الراء وخاصة الراء المضمومة ين 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 القرآن ليست رخوة يعني ما لا تمسك إلا غلط الصحيح إلا بس إلا إلا اسمع طبق إلا وبعدها ما الطبيعي لأنه ألف ساكن قبلها لا مفتوح إلا تأويله شوف الهمزة الساكنة أيضا هذه تأويله عندي تأويله يعني قريبة تأويله يوم يأتي تأويله هذه الهمزة الساكنة في وسط الكلام كما ذكرت لحضراتكم في كلمة جئناهم في هذه الصفحة ويؤمنون في هذه الصفحة الآية 52 أيضا هذه الهمزة الساكنة في الكلمة أسويها مقطعين المقطع الأول ينتهي بالهمزة تأ المقطع الثاني يبدأ بالحرف الذي يلي الهمزة وي تأ ويله واللغ تأويله تأ ويله تأ ويله فالأولى طبعا بفتح اللام والثاني بضم اللام فماذا أنا قفلت الأوتار الصوتية مرتاح أنا في أقصى الحلق ما قلقلت الهمزة تأويله تأويله هذا غلط أو أطلع عدة همزات تأويله تأويله هذا غلط إذن اسمع الصح تأ بس خلصت تأ وي تأ وي تأ ويله ثانية تأ ويله أنا شرحتهم لأنهم قريبين على بعض بس بيناتهم كلمتين ماشي وإذا أقف أقف بها والها تحتاج من عندي الاهتزاز الرؤيتار الصوتية وجرال الصوت والنفس وتتجلص صفاته في الحروف الساكنة تأ ويله أكذا إذا استمرت رح يكون مد صلة صغرة حركتين تأ ويله يوم نضم الشفاة فيها مع اللي هو مد حركتين مد صلة صغرة يوم هذه واولين فليش أنت تأتي تصل يوم يأ تي غلط يوم هكذا بهذه الطريقة يوم يوم يأ تي شوف الهامزة أيضا فيه يأتي هنا ساكنة مثل ما قال التأويل يأ تي يأ تي ما يأ تي يأ تي غلط أو يأ تي يأ تي غلط مثل ما قالت في كلمة تأويله تأويله يأ تي يأ تي وركز البعض يقرأ يأ تي ت يأ تي ت يجعلها كأنه تأمك سورة لا موجودة يا فلابد أن تأتي بمد طبيعة حركتين يأ تي تأ ويل هو يأ يأ تي تأ ويل له يقول له يقول نضم الشفاء فإن ترى القارئة لن تنطبق شفاهه بالضم يكون محققة يأ قو يأ مرقب قف مفخم مرتبة ثالثة ما تفخم للي يأ 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 ما عندي بالحروف العربية يأ عندي يأ 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 يقول و أفخم القاف مرتبة ثالثة مع ضم الشفاء فيها وفي الو وفي اللام يأ يقول الذين لا 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 ليش انتبسكت اللام الذين دائما أقول لحضراتكم اللام المشددة ما أطيل جريان الصوت فيها ليست رخوة بل هي بينية ألا بس ألا هذه اللام اسمية مدغمة مرققة ولا أطيل جريان الصوت فيها بينية اللام بس ولا وليست رخوة الذين يقول الذين بس والبعض ماذا يفعل الذين الذين هكذا ينظر الذال من الذين في كل الذين التي موجودة في القرآن وهذا غلط الذين غلط لا تتكي ولا تفعل هذا النبر إذن الذين نسوه الذين نسوه لأنه هم بعدين ما شافوا يوميأتي تأويله قد جاء ترسل ربنا بالحق فهل لنا منشفها فيشفعوا لنا أو أنه الرد هذا مثل ما واحد ما سكته الندامة بعد ما شاف اللي شافه يريد يرجع فنريد أنه رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم فأنتم ما تيجي تصرق لياها وما بهالي الحال أنه يقدر هو يصرخ ويعلي صوته يقول قولوا الذين نسوه من قبل نسوه لاحظتم الآن؟ وعندي بس إتمام الحركات السين والوا والها مضموما ضم الشفاء نسوه من كسرة الميم نون مع القاف إخفاء بغنة مفخمة مثل ما مر معنا في كلمة ينظرون من قبل ولكن هنا تفخيم الغنة مرتبة ثانية ليش؟ أخذتها من القاف قاف مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية فتكون الغنة مفخمة مرتبة ثانية مينقو 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 ولا أقول مينقو لا تكوير الشفاء في القاف ولا تفخم الغنة بعدين تجي تقراري قاف قبله مراققة مينقابل قابل قابل لابد أن تكون الغنة مفخمة بحسب مرتبة القاف مينقابل بهذه الطريقة مينقابل شوف ما أقول قابل قابل غلط قاب 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 شوف البعا المقلق لقلق لصورة مثل ما ذكرت في دال ولا قد جئناهم قاب رأسا أضرب المخرج وأهرب ما أخف قاب قاب غلط شوف أنا أخفت على المقاب هذه الوقف هذه الجزء من الثانية قاب لا قاب 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 هكذا تتذرب عليها البع تضرب المخرج وتهرب بسرعة هذا هو اضطراف المخرج لو نضم الشفاء فيها قد أيضا هنا القاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة والدال مقلق لقلق لصورة لأنها مرتبطة بكلمة جاءت مثل ولا قد جئناهم قد جاءت ولا قد جئناهم قد جاءت لاحظتم الآن لكن لا تقول قد جاءت قو لا تكور أبدا الشفاء في حروف الاستعلاء التي تكون مفتوحة ومفتوحة بعدها ألف كور يا أخي في المضموم مثل ينظر ضو ضو مرتبة ثانية من غير ما أنا أكور الشفاء والدال كما ذكرت لحضراتكم تضرب المخرج وتهرب قلق للصغرة في وسط الكلام جاءت جاءت اجتمع فيها حرف المد الألف والهمزة في كلمة واحدة هذا مدواجب متصل جاءت شوف التاء في الوقف والوصل ماذا مهموسة وهمس لطيف لا تبالغ البعض الآن يبالغ جاءت رسول غلط خليك لطيف دائما عدنا قاعدة باللطف في النطق بلا تعس فيه جاءت رسول جاءت رسول ولا تقلق لها جاءت رسول جاءت رسول هذه ننتبه إليها أيضا قد جاءت رسول رس رس البعض يقول رس رس لأن الروا مفاخمة مغمومة فيسوي السينصا وهذا غلط عندك ساسي س س س س س س ر ر س هكذا تدرب عليها وضم الشفافة الرأة والسين واللام واعطي الرأة قرأ وتفخيم ر رس في كل الكلمات الرس رس لا تجعل السين صاد رس لا تقول رس 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 فانتبهوا هذه مهمة جدا معظم الشفافة ر رس رب بنا الرأة هنا مفاخمة لأنها مفتوحة تقرع الرأة الباء شديدة مجهورة يعني أنا ما أطلأ فيها نفس أقول رب بنا رب بنا لأنه هناك في بعض اللهجات هذه بأ أو في الإنجليزي بي هذا ماذا هذا فيه هواء فلا بد أنه أنت تقطع الهواء تماما رب بنا رسل رب بنا كسرة الباء وعندك ألف ساكن بعد قبلها نون مفتوحة تقرع رب بنا بالحق شوف كسرة الباء دائما تذكر صوت البيل الإنجليزي أي بي سي دي رب بنا بالحق واللام بالحق قمريا لأن بعدها حرق متحرك ولما تكون اللام قمريا يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط للعمر وهنا دائما مجاورة الحاء مع القاف البعض يسويها حاء أنا ما عندي حاء بالحروف العربية عندي حاء حلال تذكر شوف حلال ما راح تقول حلال فتقول بالحق حلال بالحق غلط حلال بالحاء بالحق فهل والقاف المفخمة مرتبة أخيرة خامسة مكسورة مشددة طبعا هنا فعندنا قاف ساكنة ثم قاف مكسورة بالحق فهل فهل لنا لا 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 عندك لام مع اللام إدغام متماثلين فراح يصير عندك لام مشددة أما أنه ترجو تمسك لياب هذه الطريقة صارت رخوة فهل لنا غلط ماذا هو الصح فهل لنا بس فهل لنا هذا هو بس وعندك ألف ساكن قبلها نون مفتوح مطبع حركتين من شفعة فهل لنا من كسرة الميم والنون مع الشين منش شنو منش لازم أروح إلى مخرج الشين لأنه إخفاء ما تقول لي منش فمن هذا ذهاب إلى مخرج النون اللساني وهذا إظهار الإخفاء أن تذهب إلى الحيز مخرج الحرف الذي يليه شنو هنا بعد النون الساكنة شين أروح إلى الشين منش 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 من شفعاء فيشفعوا شفعاء يجتمع فيها حرف المد الأليف والهمزة مد واجب منتصل أربع وخمس حركات ما أقول شفعاء فيشفعوا لنا لا تمل الأليف ولا تبتسم بالشفاء ولا تسحب اللسان إلى الخلف ولا تجعل اللسان منبسطة الفارش شفعاء شفعاء فيشفعوا شوف بهذه الطريقة فيشفع فيششين تفشي تتجلص صفاته في الحروف الساكنة الله تعالى يرضى عنكم فيشفعوا ولا تعمل الشفاء البعض فيشفعوا شوفوا الآن تدربوا على هذه الكلمة ونجيبوا المرآة وانظروا هل تعملون هذه الحركة إذا أنتم عملتمها هذا غلط هي ساكنة قدمتم الشفاء لأجل ماذا هذا أحد الأخطاء الشائعة في نطق الشين الساكن فيشفعوا شوف فيشفعوا بهذه الطريقة وعندك مضموم العين بعدها ساكنة من طبيعة حركتين نجيبها فيشفعوا لنا أو هذه لنا ما الطبيعي كانت ألف ساكن قبلها نون مفتوح لكنه رأسا بمجيء همزة أو صار مد جائز منفصل يمدوا حركتين من طريقة طيبة بقصر المنفصل أو أربع وخمس حركات من طريقة الشاطبية الطيبة لا نا أو الشاطبية لا نا أو بهذه الطريقة أولين ما تجيين تقول لي أو نردوا لا ما قلت لكم بأنه هذول ندمانين أريد نرجع أريد بلك نعمل غير الذي كنا نعمل وهذه رسالة لي ولكم بأنه أحنا جاءتنا الرسول وجاءنا النذير وهذا القرآن الكريم بين أيدينا فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى ولنعمل بالقرآن ولنعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى لا أنه نرد فنعمل نرد فنعمل لا تكون أنت في هذا الموقف الله تعالى يرضى عنك من الآن عرفت فلزم وأتقي الله ما أطلوب من عندك أمور بسيطة جدا أو أو نرد أو لا لا تنبرها أو نرد هكذا بهذه الطريقة نرى 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 البعض الرى هذه مفخمة مفتوحة فالبعض ماذا يفعل النون اللي قبلها راح يخليه أنه هو يكور الشفاف الرى من غير ما يعرف بسبب النون المضموب اللي قبلها يقول نرد نرد غلط نرى نرد نرد هذه الدال شديدة مجهورة أيضا من غير أن تخرج فيها نفس نضم الشفاف في الدال الثانية فنعمل نعمل عندي فنعمل وعندي نعمل اللي راح نقف عليها بالجيم فهذه العين الساكنة تحتاج في الكلمتين في الكلمتين تحتاج منك إلى تدريب أن تنزل إلى وسط الحلق أن تحس من زعاج في المخرج كأنه عم تبلع شيء وأن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر ليش؟ لأنه أنت إذا ما سويت هذه الرباعية راح تتقلقل عندك فنعمل نعمل فنعمل هذا غلط أو أنه راح أنت من ما تنزلي إلى وسط الحلق وما تعب نفسك وما تحس من زعاج في المخرج راح تطلعها من أدنى الحلق فتطلع عندك عيمة فنعمل نعمل فنعمل وهذا خطأ إذن فنعمل هكذا فنعمل غيرا بهذه الطريقة صفين العين حتى لا تقلقلها ولا تخرجها عيمة غيرا شوف هذه الغين مفخمة مرتبة ثانية وهذه الغين مجاورة للخاء من أدنى الحلق هذه الغين يجري فيها الصوت فقط الخاء يجري فيها الصوت والنفس فأنت إذا شممتها نفس فرح تشممها خاء فتقول غيرا غيرا وهذا غلط وأيضا البعض ماذا يعمل أنه إذا يجيبها صحيح الغين فرح يكور الشفاة يقول غيرا 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 وهذا خطأ لماذا تشرك الشفاة فيها وهي أصلا مفتوحة فإذا غ غيرا غ غيرا فخمتها مرتبة ثانية ثم يألين هذه همية التي فقمنا مشكلة أنه غيرا الثي غيرا الثي يا أولين به اللهية ثانية غيرا ندمانين يريدون يرجعون حتى يعملون غيرا الذي كانوا يعملوه شاف بعد الذي شافوت الله تعالى يرضاه عنكمными إذا غيرا الثي بهذه الطريقة والرأة مفخمة لأنها مفتوحة الري أسمية مضغمة مراققا لن مشددا ما أطيل جريان الصوت فيها الذي غلط صح الذي ولا أنبر الذال أنبرها أنا أتكى عليه الذي كنا غلط كل الذين في القرآن لا تتكعوا على الذال ولا تصرخوا بالذال الله تعالي يرضى عنكم غير الذي كنا غير الذي كنا شوف ذي هذه ما الطبيعة حركتين لياساك إن قبل ذال مكسور كنا لا تسحب لضمة الكاف إلى النون الأولى النون المشددة غنك ما لما تكون فتقول كن غلط كن هكو كنا ولا تنبر النون المشددة شلون كنا نعمل كنا نعمل غلط ما قلت لكم الله يرضى عنكم هذولا ندمانين ما يقومون يصرخوا الندماء المكسور متذلل بعد ما شاف اللي شافوا آخ يا ليتني قدمتني حياتي صح ولا لا فتجي كنا لا غلط غير الذي كنا نعمل هكذا بهذه الطريقة بعدها ألف ساكنة من الطبيعة حركتين نعمل قلت لكم العين كيف نقرأها لما قرأت وصححت فنعمل لأنها قريبة بناتم ثلاث كلمات فنفس الحالة ونقف على لا ساكنة ينجيم جواز الوقف هنا نعمل نعمل هكذا بتوسط لأن عين واللام لأن عمر هذه من أحرف التوسط البينية طبعا هي في الوصل مضمومة نعمل قاد كل مضموم فلن يتم إلا بضم الشافتين ضم قاد خسيرو ألقاف مفخمة مرتبة ثانية ما تكور الشفاة تقول لي قو غلط قاد دال مقلقلة قلقلة صغراء ليش مرتبطة بكلمة خسيرو فماذا تضرب المخرج وتهرب رأسا قاد خسيرو قاد خسيرو ها قاد خسيرو بهذه الطريقة ما تقول لي قد خسيرو لا تقف على المخرج قد خسيرو بالقلقلة لا تقف على المخرج ولو جزء من الثانية تضرب المخرج وتهرب رأسا الخاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة سين مكسورة والراء مفخمة لأنها ماذا مضمومة وعندك حرف المد الواو في خسيرو والهمزة في أنفسهم تحول من مد طبيعي إلى مد جائز منفصل بسبب همزة أنفسهم ممكن أن مدها حركتين من طريقة طيبة قصر المنفصل خسيرو أنفسهم أو أربع خمسة من الشاطبية خسيرو أنفسهم لاحظتم خ لا تقول خ لا خ خسي كسرة السين والراء أقرأها جيدا خسيرو رو رو خسيرو أنف 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 ننفا ماذا الباطن الشفى السفلة مع الثناية العليا من غير إطباق للشفاء حتى لا أخنق الغنة أنف أنف أنفسهم أنف ما تقول لي أن أنف شون هذا الصوت أنف أعطيني إحساس الفاء الله يرضى عنك ما تجلب لي أصوات غريبة عجيبة أنفسهم بهذه الطريقة ف فوسهم نضم الشفاء فيها ودائما أقول لكم كل الكلمات التي تنتهي بالها والميم التا والميم الكاف والميم ما تكبر قدرة التكوير حتى لا تفخم أنفسهم وضل عنهم لا غلط أنفسهم عنهم ولا تسحب ضمة الهاء إلى الميم تقول أنفسهم وضل شو هم وين نطقة ميم بشفاء مضموم وهذا غلط صاف في الميم وهنا مظهرة وخاصة بعدها ووضل ليش الإمام بن الجزري يقول وحذر لدواوين وظهرنها عند باقي الأحرف وحذر لدواوين وفاء تختفي أنفسهم وضل ها وض ما و وض الو مرققة ضاد مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة فأنت تفخم لي الو تقول و لا و و ض والاتكاء بالضاد وين من إحدى حافتين لسان أو الحافتين مع ما يوحادي من الأدراس العليا ما أنا أقول ض ضل أجي على مخرج الدال أفخمها كأنه علي أنه طلعت ضاد هذا غلط الاتكاء هناك حافتين الملامسة في المقدمة ولا أجعلها وض وض هذا غلط إذن وض وض عنهم وض وض ولا مشددة ما تطول جريان الصوت ما تمسكها وض عنهم غلط صارت رخوة والرخاوة ليست من صفات ألا إذن وض عنهم أفوال وض وض عنهم عن نونها إظهار أخيها كعلم حازو وغير خاسر ها كها ولما تكون إظهار أسمع النون عن هذا السماع عنه ومرقق الها مثل ما ذكرت في أنفسهم عنهم ميم مع الميم يضعون متماثلين من غير كز لأنه مرات البعض يشوى صوت الميم عنهم غلط عنهم ما كانوا وظل عنهم الذي كانوا يفترون هذه ما كانوا إذا قل ما كانوا أي لم يكونوا بينما أنا أريد الذي كانوا تنطيني هذا الإحساس وأنت تقرأ القرآن لأنه لازم أنت تنطيني بقراتك المعنى الصحيح للآية ما بقراتك أنت تنطيني معنى غير صحيح ما كانوا لم يكونوا غلط إذا الذي كانوا عنهم الذي كانوا وضل عنهم الذي كانوا يفترون إذن الآن وضل عنهم ما كانوا يفترون لاحظتم؟ هذه المال موصولة ألف ساكن قبلها مين مفتوح؟ ألف ساكن قبلها كاف مفتوح؟ وألف ساكن قبلها نوم مضموم هذه مدود طبيعية حركتين 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 ما تأكلها ما كانوا هكذا بهذه الطريقة نوم نضم الشفاء فيها وفي الواق يفتا ألفاء مخرج ضعيف وخاصة لما يكون ساكن فلازم أنا أجيب الهواء وأجيب الصوت حتى أسمع لأنه جريان للصوت فيها ورخاوة وجريان للنفس مهموسة يف يف يفت البعض يقول يفتارون يفخم التالي مجاورتها للراء والراء مفخمة لأنها مضمومة فيقول يفتا وهذا غلط يفتاروا يفتاروا هكذا بهذه الطريقة يفتارون ولا تجعل غنة في الواو يفتاروا لا أضم الشفاء للأمام أضع رأس اللسان في المنطقة اللحمية أسفل الثنية السفلة أرفع قاصة اللسان قافل فتحتين ألف يفتاروا شوف ما في غنة أو ما بثل أو 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 يفتارون ولا تسحم ضمة الواو إلى النون أو كما دائما أذكر أذكر أنه البعض يقف بالنون وضم الشفاء وهذا غلط لازم تقف بالنون والشفاء راجعة إلى الخلف يعني الوضع الطبيعي يفتارون هكذا انتهت الآية 53 الحمد لله رب العالمين الآية 54 فيها ثلاث أسطر أربع أسطر إلا شوية يعني ثلاث أسطر ونص ما عندي غير بأمره يعني بعد السطر الثالث بأمره قيلها تفيد أن الوقف أولى مع جواز الوصل ثم والأمر أيضا يعني جاهد والأمر بأمره أيضا قيلها تفيد أن الوقف أولى مع جواز الوصل فهل يا ترى أن نستطيع أن نقرأ من إن ربكم الله إلى بأمره بنفس انفجاري واحد أم لا نستطيع ونشوف أنا وأنتم نشوف إشراحي صير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم كنت أعرف أنه ما رح أقدر أجيب مسخرات فوقفت هنا بس طلعت الكلمة صحيح لما تحس على الثلاث قل والنجوم لا طلعت مثلها الآن رح أرجع والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحان الله أنا وقفت على كلمة النجوم من إن ربكم يعني باقي كان كلمتين أريد منعدكم أنه أنت منه رح يجيبها كلها بنفس واحد لكنه يقرأ بالتحقيق كما قرأت مع أنه يقرأ لها تدوير أو حدر وقل أنا جبتها بنفس واحد لا إن دائما أقول لحضراتكم الهمزة المكسورة هذه البعض يختلسها يقول إن خاصة لما يجي نون مشددة وراها يعني نون فيها غنة فإن غلط إن إمطها يجعلها أيضا غلط ماذا؟ أنا بس لدي عندي إي آ إي أو آ إي أو إي إن بس إن نون مشددة غنة كم ما تكون من غير نظر لا تنبروا النون المشددة ولا الميم المشددة أنا عندي غنة أكمل ما تكون أجيبها بس ما أقول إن ربكم غلط ما يستأل إن ربكم الله الذي إن ربكم لا ما يصير لا تنبرها إذن إن ربكم هكذا بهذه الطريقة بهدوء وما تنبر لياها وجبت الغنة كم الماتكون وتأخذ بالتلقي والمشافة كما سمعتم ونة النون المشددة را 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 ليس رو رو لا را را رب ربك كم شوف أنت الآن هذه الكاف والميم دائما نقول لكم أصلا اللي ما مثلا قبلها تفخيم أو بعدها تفخيم لأن الميم مضمومة بعدها اسم الجلال نفخم الله من اسم الجلال فأصلا الناس اللي ما قبلها تفخيم وبعدها تفخيم يفخمون الكاف والميم كوم فكيف الآن فلازم تحرص على أنه تعطي كل حرف حقه ومستحقه فلازم أن تجيبها مضمومة مع ترقيقها ربكم كوم ربكم الله ولا تسحب لضمة الميم إلى اللامة الأولى من الله تقول رب ربكم ربكم الله غلط فلازم ترجع بالشفاء للوضع الطبيعي ربكم الله هكذا ولا تقول الله لا تكور فيها شفاء الله 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 مو الله فانتبهوا شوفوا شون تختلف الصوت ها ربكم الله هو مرققة معظم الشفاء الذي لا أطير جريان الصوت فيها مشددة الذي غلط الذي خلق الذي هكذا بس أجيب البينية لأنه ألين عمر أحرف بينية يجري فيها صوته فترة زمنية بسيطة عندك ذال هذه الذي خلق غلط ليش يا أخي أنت هتتكلم مع الناس وتريد تقول لهم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما أنت تجري ربكم الله الذي حسب الآية وقرأ هل تتصور بأنه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما كان جالس الجلسة القرآنية مع صحابته وهو يتل عليهم آيات الله يعني يقرأ بهذه الطريقة ويصرخ فلنتعذ الله تعالي نرضى عنكم زين الذي خلق الذي خلق إذن يا ساكنة قبل هذا المكسوب من الطبيعة حركتين نجي على كلمة خلق وهذه الخاء والقاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة من أحرف الاستعلاء اللام مراقبة ولا أنا أكور الشفاء لا في الخاء ولا في القاف أقول خلق وأقول خلق فخمت اللام فأنت عندك تفخيم ترقيق تفخيم من غير تكويق خلق 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 ولا أقول خلق ولا خلق شوف ما يقول خلق تعملي هاي الشغلات بالشفائف ولا ما عرف نين نجيبوها أصلا أو يقول كشر كشر وانت بد يعني تجيب الاستعلاء خلق خلق منين هذا خلق أنا أكشر ولا أقرأ أقرأ القرآن للناس وأنا أكشر لا إله إلا الله الله يهدينا جميعا يا رب العالم الذي خلق السماوات والأرض السماوات لام شمسية شوف بعد حرف مشدد الأرض لام قمرية بعد حرف متحرك هذا للسرعة لمن لا يحفظ الحروف القمرية والتي هي ابغي حجك وخف عقيمه أس شوف رأسا خلق قس من القافل السين لأن لدي همزة وصل والأم شمسية والسين صفير من أحرف الصفير وجريان الصوت والنفس يعني البعض يخنق صوت السين خلق السماوات غلط خلق الس... لا خلق السماوات ما السماوات ما حلوى سماوات غلط سماوات سماوات هذه الألفات ألف ساكن قبلها مين مفتوح ألف ساكن قبلها وام مفتوح مدود طبيعية في كلمة السماوات لما قلكم ما الطبيعي يعني حركتين ما و السماوات والأ والأ لام قمرية يعني بينية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط لأن عمر والأ شوف هذه الهمزة مرققة راح يجي وراها إيش رأة رأة ساكنة قبلها مفتوح مفخمة فالبعض يقول والأ والأ ليش فخمة الهمزة هي مرققة والأ 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 والراء بينية تفخيم قرع بينية تفخيم قرع ار شوف ليش لأنه لين عمر لازم يجيب لبينية ما نقول والأرض والأرض وين الراء وين الراء زين وهذه والأرض دا دا هذا غلط سوية آل المفخم هذه ضا نرجع إلى الض هذه مفخمة مرتبة ثانية اتكام من احدى حافتين اللسان او الحافتين مع ما يحاذي من الأضراس العليا هنا 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 الشغل هنا هاي الأضراس العليا هنا هذا اللسان حافات رأساً تضربوه وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ فِي هكذا بهذه الطريقة الله تعالى يرضى عنكم وتنطوه تفخين مرتبة ثانية فِي ما الطبيعي يا ساكنة قبل فامكسور فِي مو فِي فِي لا فِي سِي سِي سِتَّةِ البعض يقول ستة 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 هذا ويلة كسرة ستة سي ستة ستة لاحظتم هكذا والتا مشددة وبعدين تا مربوطة مكسورة ستة أيام يا مشددة نابر أيام لما قلت أيام نسمع الياءات ما أي شوف أيام اختفى الصوت عندي أو راح أيش البعض يطلع نتيجة الضغط راح يطلع هو أيام أيام يشوه عندي صوت الياء وهذا أيضا خطأ فلا بد أن ننتبه أيام أيام هكذا أيام غلط أيام تنوين كسر بعدها ثاء إخفاء بغنة مراققة لأن الثاء من الأحرف الاستفالة مراققة لها لازم أكثر الميم أيام لا غلط وين كسرت الميم أيامي مين مين شوفوا شوفوا مين لسان وين إلى مخرج الثاء مين ث أيامي والغنة أيامي ثم البعض يقول ثم ثم زمنين ليش ديش أنت سويتها مفخمة الثاء مراققة والميم مراققة ثم غلط ثو ثم استوى ثو ثم استوى بهذه الطريقة أنا رققت الثاء والميم وضميت الشفاء في الثاء وما سحبتها إلى الميم الميم نشدد غنك من ما تكون ما أنظرها ثم استوى غلط ثم استوى مس بين الميم إلى السين اللي لديها متوصل السين ساكنة تتجلى الصفات في الحروف الساكنة صفير جريان الصوت للنفس وأسمع صوتها ما أقول ثم استوى وين السين خلط ثم استوى ثم استوى وما الطبيعة حركتين على هذه ما الطبيعة لكنه راح نحذف الأليف هذه منع الالتقاء الساكنين مع لام العرش فصير على لل 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 رأسا على العرش شوف لما إذا أنت تجيب المادة الطبيعية شوف الثقل راح يصير وما حلوة على العرش لا غلط إذن من هذا منع الالتقاء الساكنين تم حذف الأليف عفوا فصير جميلة على العرش على العرش لاحظتم؟ لام العرش قمرية لأن بعدها حرك متحرك العين أبغي حجك أو أخف عقيمه لما تكون لام بينية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة العين مراققة الراء بعدها مفخمة مثل كلمة الأرض ساكن الراء قبلها مفتوح فلابد أن أجيب البينية والتفخيم والقرع للراء من غير أن أفخم العين والشين هنا ما أكور الشفاء العرش شي لا ألع ألع مراقق العرش شوف العرش يغشي شوف يغشي يغشي هذه الياء مراققة والغين ساكنة مفخمة مرتبة رابعة من أحرف الاستعلاء لحك أنه لا تسحب لضمة الياء إلى الغين تقول يغو يغو هذا غلط يغو ها يغو يغو هكذا والغين كما قلت لحضراتكم يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس إن أجريت فيها النفس أشممتها خاء ليش لأن الغين والخاء من مخرج واحد أذنى الحل لحك أن الخاء يجري فيها الصوت والنفس الغين يجري فيها الصوت ولازم نصف فيها يغشي هذه طبعا ما الطبيعة حركتين لكن راح نعذف هذه الياء ملع الانتقاء الساكنين مع علام الليل فصير يغشي الليلة واللام مشاددة من الليل فما أنت تطول جريان الصوت فيها لا يصير رخوة فرأسا شي مكسورة لا يغشي الليلة ولا أطولها اللاب في الليل يا أولي فأنت تجري الليلة والنهار يغشي الليلة غلط يغشي الليلة عفوا يغشي الليلة النهار لاحظتم الآن؟ النهار أيضا اللام الشمسية ليش؟ لأنه بعدها حرف مشدد والنون مشدد الغين كما ما تكون فأجيبها من غير نبر النهار مو النهار لا غلط إذن البعض يقول النهار غلط إيمان هذا التقليل إذن النهار مفخمة لأن مفتوحة النهار يطلبه يطلبه الطاء قلقلة تفخيم مرتبة رابعة ما يصير تجيب لقلقلة طاء مراقبة لأن طاء من حروف الاستعلاء مفخمة هنا ساكن أربعة إذن يطلبه ما تقولي يطول يطو 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 لا وين هذه طو؟ هي أصلا ساكنة وما تقف عليها يطلبه هذا وقوف على مخرج الطاء وقل في القلقلة أنه ما تقف على المخرج تضرب المخرج وتهرب بسرعة يطلبه لوبه كلها مراقبة فلا تأثر بالطاء يطو لوبوه غلط لوبوه غلط لوبوه لوبوه نضم الشفاء فيها يطو لوبوه وشجع أنه أنا أكور الشفاء وأضم الشفاء في الطاء لأنه ثلاث حروف بعدها مضمومة يطو لوبوه شوف يطو لا غلط يطو لوبوه يطو لوبوه بهذه الطريقة صفينها عندك مد صلة صغرى وحركتين يطولبه حثيثا نضم الشفاء دائما في الحروف المضمومة وكل مضمومة فلي يتم إلا بيضم الشفتين يضم حثيثا تم الحركات تنوين وفتح نجا بعدها هو والشمس يضغم بغنة حثيثا والشمس والشمس شمس شمسية لا مشمسية هي الشمس يعني الشي مشدد الشي لا تقدم الشفاء والش غلط والش والش والشم الميم الساكنة البعض ماذا يعمل يقلقلها وليست من حروف القلقلة وتقول والشمس والقمر والشم والشم لا أعطيها البينية حتى تتخلص من القلقلة والشمس والشمس والقمر لاحظتم القمر هنا مين قمرية هذه شمسية هذه قمرية لام لين بعدها حرف لين قمر بعدها حرف متحرك ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لين من أحرف التوسط للعمر ألقاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة ولا أكور الشفاء أقول والقو والقمر غلط ولا أفخم الميم لأنها حصلت ما بين الراء المفخم الراء ليش مفخم لين مفتوحة والقاف المستعلي فتقول والقمر ما ما عندي ما بالحرف العربية عندي ما والقمر 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 والنجوم اللام شمسية في كلمة النجوم لبعدها حرف مشدد النون النون المشددة الغنة كمالما تكون ما تنبرها والنو لا والنجوم والنجوم هكذا بهذه الطريقة نضم شفاء في النون الثانية والجيم والميم والنجوم موسى موسى مرقق بعدين تجيك الخاء المفخم مرتبة ثانية والراء مفخم لأن مفتوح والألف تفخم تبعا للراء فالبعض يقول موسخر وين وين كورت؟ ما عندي أنا ولا أضمك مفتوح الخاء ومفتوح الراء إذن انتبه موسخرا 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 لاحظتم الآن؟ ولا أكور شفاء فيها وأفخم الألف تابعا للراء والتأم تنوين كسر جاء بعدها بأمري تقلب إلى ميم موسخرا تن لازم أجيب الكسرة كاملة قبل أن أقلبها إلى ميم تن موسخرا تن بأمري شوفوا الآن الميم الساكنة أعطيتها ويش البينية حتى لا تقول بأمري بأمري الميم لا تقلقوا ليه ها بأ كسرة الباء بأمري بأمري كسرة الراء مراققة واقف فيها ساكنات زاز الأوتار الصوتية وجريان الصوت والنفس هناك فيديو تقريبا أربع دقائق تدرب على نطق الهاء حتى تشوف النوع شو نجيب الهزة قيلة تفيد أن الوقف أولى مع جواز الوصلي هنا إذا استمرنا سيكون مد صلة كبرى بسبب مجيء همزة ألا له ألا شوف بأمري ألا بأمري ألا هكذا ألا ألف ساكن قبل لام مفتوح ما الطبيعي حركتين له نضم الشفاء لا هل شوف لا هل من الهاء إلى اللام لأن لديها همزة وصل ولا لام الخلق لام الأمر لام قمرية بسبب مجيء حرف متحرك بعدها ليس مشدد فننتبه لازم يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة أل خ أل أم أل أم أل خ أل ألا له الخلق شفتوا والخ مفخمة مرتبة ثانية والقاف مفخمة مرتبة ثالثة واللام مراققة فلا بد أن نعطيها البينية والترقيق ولا هكور الشفاء في الخ أل خ هي مفتوحة إذن ألا له الخلق والأمر ها والأمر والأمر لا غلط لا تقلق لها والأمر والأمر هكذا راء ميم لنعمر نفس الجريان الصوت في الميم نفس الجريان الصوت في الراء وتفخم الراء لأن ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح في الوقف في الوصل مفخمة لأنها مضمومة والأمر تبارك هذا في الوصل أما عندي قلاء على كلمة الأمر تفيد أن الوقف أولا مع جواز الوصلين ألا له الخلق والأمر هكذا بهذه الطريقة تبارك تبارك ما حلوة تبارك شوف ما أفعل كل شيء أنا شوف لي كله جو تبارك را مفخمة لأن مفتوحة كمرقف تبارك الله البعض يقول تبارك الله لأن كاف قبلها تفخيم را لأننا مفتوحة فلنفخم الله من اسم الجلال الله فراح تصير بين مفخمين فأنا ممكن أقول تبارك كالله ولا يوجد كا في الحروف العربية فلا بدنا أن ننتبه تبارك الله تبارك الله بهذه الطريقة ولا تقول الله لا تكور الشفاء عندما تفخم الله من اسم الجلال الله الله غلط تبارك تبارك الله رب رب الراء مفخمة لأن مفتوحة والباء شديدة مجهورة مراققة وأضم الشفاء ما قل رب رب لا تطلع لهذا الهوى ما يستي رب بلع رب شوف بلع هذه الباء الثانية مضمومة راح أنتقل إلى لام العالمي لأن هديها مزة توصل لام العالمي قمرية ولام العالمي ساكنة ويجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط للعمر فتسحب لضمة الباء ربه فتقول رب نطقت اللام وشفاء مضمومة ما خلصت هذا غلط رب 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 هكذا خلصت اللام العالمي ألف ساكن قبلها عين مفتوح ما الطبيعة حركتين كسرة الميم يا ما بين الميم والنون غنى إجباري في الميم والنون فممكن أنه سوي غنى في الياء المدية لما نقف المدى العرضي للسكون فلا بد أن تخفض الفك السفلي شوف العالمي مي 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 شوف ميم غنى بعد مي 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 هكذا نقف على نون ساكنة الله تعالى يرضى عنكم المدى العرضي للسكون الآية 55 تريدون أنتوا تقفون عند جيم وخفية جواز الوقف أو تريدون تقرأوا بنفس واحد فراح نقرأها احنا بنفس واحد لأنها عدة كلماتها قليلة أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين شوف أدعوا وهذه راح أنا أبدأ بها هي موجودة كهمزة وصل لأنه إذا ربطتها رب العالمين دعوا هذا إذا أنا أريد أوصلها لكن راح أبدأ بهذه الكلمة فراح أبدأ بهمزة مضمومة وراح يصير عندي دال مقلقة لقلقة لصغرى ساكنة في وسط الكلام بعدها عين يعني راح أبدأ بضم بعدين دال ساكنة بعدين عين مضمومة فلابد أنه أنا أخلص هذه الدال من أن تضم ما يصير تقول أدعوا أدعوا هذا غلط أدعوا 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 هكذا بهذه الطريقة والدال كما قلت لكم قلقة لصغرى تضرب المخرج وتهرب ما أدعوا غلط أدعوا هذا وقوف على المخرج أحنا اتفقنا نطرب المخرج ونهرب زين أدعوا ورا هكذا ووساكنة قبلها عين مضمومة والطبيعي حركتين رابكم مرت معنا راب مفخمة مفتوحة ما أكبر الشفاء ما أقول أرو لا راب البا شديدة مجهورة ما أقول راب ما أقول راب ما سويها كأنه بي الإنجليزي كم مراققة ميم مظهرة ولا أسحب ضمة الكاف كم شوف نطقة الميم مضمومة سحب ضمة الكاف هذا غلط راب كم تا راب كو راب كم تا لاحظتم ميم مظهرة لازم أنا أسمعها أجيب المخرجين الشفاء والخيشومي تا ضا تا ضا تا ضا ما أقول طا ضا طا تفخم التالي مجاورتها للضاد المفخمة مرتبة ثانية والضاد أحبتي باتكاء من أحدى حافتين لسان أو الحافتين مع ما يوحادي من الأدراس العلية هذه الأدراس العلية هنا هذا الاتكاء بهذا المكان لسان حواف ما تتكاء تقول تا ضا 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 تجي على مخرج الدال تفخم الدال وتظن أنك جبت أتيت بضاد مفخمة وهذا غلط أو تقول تا ضا تا ضرعا هذه الضا فإذا تا ضا تا ضرعا ضا ضا مفخمة مرتبة ثانية الراء مشدد بضن الراء الساكنة مفخمة تتبع ما أدغمت فيه أدغمت في راء مضمومة فتفخم الرائن تا ضرعا تا ضرعا هكذا رو 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 لا تسحب لضمة الراء الثانية على أول العين تا ضرعا غلط تا ضرعا عن عن تنوين وفتحين جاء بعده ووخفيا إدغم بغنة ما تجعلها وصافية تا ضرعا هذه وصافية لازم قلنا تا ضرعا وخفيا وخفيا الخاء مفخمة مرتبة ثالثة لا تفخم للوا وخفيا لمجاورتها للخاء الخاء من حروف الاستعلام مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة لا تسحب ضمة الخاء إلى الفاء تقول وخف شو نطقت الفاء أنا إيش شفاء مضمومة سحب ضمة الخاء وخف غلط وخف وخف فساكنة مخرجها ضعيف تحتاج إلى جريان للصوت والنفس حتى أسمعها وأقف بها تا مربوطة أقف بها بجريان للصوت السلازة الأوتار الصوتيني وجريان للنفس وخفيا وخفيا بهذه الطريقة وإذا استمرين راح يكون لدي تنويب فتح ودتال مربوطة جاء بعدها همزة إنه الهمزة من حروف الإظهار أخي هاكا علما حاز وغيره خاسرين الهمزة والها والعين والحا والغين والخا لازم أسمع النون وخفية إي وخفية إنه هذه الهمزة المكسورة لما تأتي بعدها النون مشددة البعض يختلص يقول إنه إنه وهذا خطأ أو إن يمطها لا تمط ولا تختلص إي بس إن شوف النون المشددة هناك من ما تكون بعدها المدسلة صغرى حركتين مع ضم الشفاء إنه لا تمر النون المشددة إِنَّهُ لَا غَلَط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ إِنَّهُ غَلَط إِنَّهُ آكذا لا ألف ساكن قبلها هلام مفتوح ما الطبيعي حركت يوحي كسرة الحاب البعض شديد مجهور يحبه لا غلط لا تطلع لي بيه هوا لا يحبه لا تسحب لي رمة البعض من يحبه إلى اللام القمرية من المعتدين ليش قمرية لأن بعدها حرف متحرك من مضموم أبغي حجك وخف عقيمه ميم عقيمه فتقول لا يحبه جايب لي ضمت الباء إلى اللام فركزوا بارك الله فيكم لا تسحبها صف الله لا يحب المعتدين لا يحب المعتدين اللام قمرية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط إلى العمر عندك الميم مضمومة والعين ساكنة فالبعض يقول المعتدين 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 والعين لازم جريان للصوت فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط إلى العمر ساز إنزعاج في المخرج تنزل إلى وسط الحق تشعر كأنه تبلع شيء لازم هذا البلع أنه أنا حتى أجيب العين عميقة ما تقول لي المعتدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته تسمعون الرعد والبرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله المعتدين المعتدين وليس المعتدين قلقلة أو المعتدين عايمة لازم تنزل وين إلى وسط الحق والياء هذه يجب أن تخفض الفك السفلي حتى لا تجي معك فيها غنة المعتدين المعتدين أقف في المدى العرض والسكون بنون ساكنا بارك الله فيكم الآية 50 لديها جيم على كلمة وطمع وبعد نكمل وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَلِفْسَاكٍ قَبْلَهَا لَا مَفْتُحْ مَا طَبِعَ حَرَكْتِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي هذه في أيضا ما الطبيعية ساكنة قبلها فامكسور لكن راح نعذف هذه اليابان على التقاء الساكنين مع علام الأرض فصير فيل شوف فيل ماكو بعد ما الطبيعي حذفنا لأنه إذا أنت تقراها في الأرض هذا غلط فانتبهوا فيل لامقمرية من كلمة الأرض لأنه بعدها همزة متحركة ابغي حجك وخف عقيمه عندك الهمزة لما تكون لامقمرية طبعا يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط عندك الراء ساكنة قبلها همزة مفتوح فراح نفخم الراء والضاد مفخم مرتبة خامسة مكسورة فلا البعض يقراها الأو في الأرض في الأو في الأو في الأو ما عندي أو بالحروف العربية عندي أ في الأو في الأر وأعطي الراء بينية وتفخيم وقرع بينية وتفخيم وقرع ساكنة تتجلى الصفات في الحروف الساكنة بينية يجب أن يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر الراء تقرع ما تقولي الأرض أرض أرض أين رأى الأرض الأرض ضي ضي اتكاب من أحدها فتايا اللسان ما تقولي الأرض ضي ولا دي دي ضي تسويها كأنه دال الأرض ضي بعد العين الساكنة كما مرت في المعتنين يجب أن أنزل إلى وسط الحل لأن العين العربية الفصيحة عميقة ويجب أن يجري فيها صوت وفترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر وأحس بالانزعاج في المخرج وكانه عن مبلغ شيء بعد هكذا وليس بعد أو بعد لا تقلقل ولا عيمة بعد إصلاحيها كسرت الهمزة والصاد ساكنة تتجلى الصفات في الحروف الساكنة صفير جريان صوت جريان نفس صاد ومفخمة مرتبة ماذا رابعة ما تكور ليش فهي ساكنة تقولي إصلاحيها غلط وهو تقول لاحيها إصلاحيها هذا أيضا غلط إمالة الأليف شوف ما راح سوى أي شيء إصلاحيها إصلاحيها صفير وتفخيب إصلاحيها جريان صوت وجريان نفس في الصاد إصلاحيها لاحيها أليف ساكن قبلها لا مفتوح ما الطبيعة حركتين اكسر الحاء جيدا ثم بعد ذلك أليف ساكن قبلها ها مفتوح ما الطبيعة حركتين إصلاحيها ودعوه شوف رأسا من الواو إلى الدال في كلمة ودعولي لديها مستوصل ودال مساكنة مقلقلة قلقلة صغيرة في وسط الكلام لا تمسكها ودعوه لا تقف على المخرج في القلقلة لا تقف على المخرج ولا جزء من الثانية تضرب المخرج وتهرب أدئ بس أدئ ودئ 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 سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ودعوه لاحظتوا ودعوه نضم الشفاء فيها وكل مضموم فلا يثم إلا بيضم الشفاءتين يضم خوفا وولين خوفا وولين خوفا وطمعا زين خاء مفخم مرتبة ثانية مفتوح وولين مليونة والسلاسة ما تنبرها خوفا لا خوفا تنوين فتح نجا بعدها وطمعا إضغام بغنة ما تجعلها وصافية خوفا وما في غنة خوفا وطا وطا وطمعا تفخم الواو لأنها بعدها طا مفخم مرتبة ثانية فتقول و ما عندي و في الحروف العربية عندي و وطا وطمعا بهذه الطريقة وعندي تنوين فتح راح نقف في مد العوض حركتين إذا استمرين عندي جيم جواز الوقف إذا استمرين بعدها همزة يعني تنوين بعدها همزة إظهار وطمعا شوفوا الإظهار نون وطمعا إن وطمعا إن بهذه الطريقة إن كسرت الهمزة بدون اختلاس ولا مطن اختلاس إن 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 مطن إن غلط إي بس إن من غير نبر لأن المشدد الغنك ملما تكون إن را إن را را ما كورت ما قلته را فالبعض يقول را وهي رحمة والمحسنين أيضا همينها إحسان فأنت تجي تسوي لهذه الحاءات بحة وشحطة رحمة المحسنين هذا غلط فانتبهوا إلى حاءات الساكنة رقيقة لطيفة رحمة را إن رحمة المحسنين هذا فيما يخص الحاء الساكنة لأنه قريبا في نفس الآية الحاء في رحمة ساكنة والمحسنين تا رحمة تا مفتوح بعدها اسم الجلال الله تفخم الله من اسم الجلال الله لكن ما هو فخم التا ما قل رحمة الله غلط رحمة رحمة الله ولو كور الشفاء قل الله لا إن رحمة الله قريب لاحظتم؟ الله تعالى يرضى عنكم إن رحمة الله قريب الله مؤلو لا تكور الشفاء الله قسرت لها ثم بعد ذلك مرققة قا قريب الألقاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة لا تكور الشفاء تقول قا قريب طيب هي مفتوحة أنت شلون تجيب لي ضمة؟ غلط قا قاري قاري وتفخيم مرتبة ثانية را مراققة لي مكسورة بعدها يا ساكنة من طبيعة حركتين تنوين جاء بعدها تنوين الضم جاء بعدها ميم إذن نتغام بغنى أتم الضم بعدين نجيب الغنى صير ميم مشدد انظروا إلى الشدة كيف رسمت على ميم مين قريب بو شف قريب مين قريب مين لاحظتم؟ مين كسرت الميم ثم بعد ذلك الانتقال من النون إلى لام المحسنين اللي لديها همزة وصل لولام المحسنين قمرية اللي بعد يحرك متحرك ميم لا تسحب ضمة الميم إلى الحاء قول لام قمرية يجب أن نجري فيها صوت لفترة زمنية مين المح شوف المح غلط المح نحب ضمة الميم إلى الحاء إذن لازم تخلص المح سين المح رقيقة الحاء مو شحطة المح لا المح سيني سيني كسرة السين والنون والياء إن حسرت بين نونين لازم أنت تخفض الفك السفلي حتى لا يسير غنة في الياء المح سيني مو ني 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 نين أقف بنون ساكنة بالمدن العارضي للسكون آخر آية 57 عندي صلة على كلمة رحمته جيم على كلمة الثمرات فنقرأ بثلاث مقاطع طبعا صلة تفيدنا الوصل أولى مع جواز الوقف هنا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو وهو م وهو لا وهو ونضم الشفاء فيها وهو الذي غلط طولت اللام مسكت اللام ما الذي لا تمسكوها الله تعالى يرضى عنكم اللام اسمية متغمة مراققة اللام بينية الصحيح وهو الذي بس ما ما تقول لي الذي غلط لا تنبر للذال الذي يرسل غلط خليك هادئ ويا ساكنة بعدها من طبيع حركتين وهو الذي يرسل شوف يرسل يا مضمومة را را ساكنة قبلها يا مضموم تفخم هذه الرا تفخم بيني يقرأ لكن ما أسحب ضمة الياء إليها أقول يرسل انظروا إلى المرآة وقرؤوها هكذا إذا شفتم أنه شفاء ضميتوها في الراء فهذا خطأ لازم ترجع بالشفاء للوضع الطبيعي في الراء يرسل 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 الرياح بهذه الطريقة والاكسر السين واللام مضمومة الرياح اللام شمسية بسبب حرف مشدد بعدها الراء مشددة والراء مشددة بكسر فتكون الراء الساكنة مراققة تتبع حكم الذي أضغمت فيه قد أضغمت في راء مكسورة ونتبه الري 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 الرياح لازم تجيبها هكذا بهذه الطريقة ألف ساكن قبلها يا مفتوح طبيعي حركتين الرياح بشرا شوف البعض يقول بش بشرا طيب الشين ساكنة أنت ليش سحبت الضمة البع؟ ليش أنت جبت الشين مضمومة؟ غلط بشرا ولا تقدم الشفاء في الشين والشين تفشي صفة هامة في الشين ويجري فيها صوته النفس والراء مفخمة لأنها تنوين فتح جاء بعدها بين إقلاب إلى مين النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها تقلب إلى مين وهو حرف القلب الوحيد فقط إذا قرأ وتفخين بش رمب شوف بش رمب بش رمب بش رمب بش رمبين عندك بين ويدين يالين يالين بين يدي رحمته يالين ساكنة قبلها مفتوح بلي هنا وسلاسة بين يدي رحمته بين يدي رحمته أنت تصرخ؟ بين يدي رحمة الله تصرخ أنت؟ فهام؟ انتبه بشرا بين يدي رحمته لاحظتم الآن؟ الله تعالي رضا عنكم را رحمة الحاء الراء مفخمة مفتوحة لا تكوير الشفاء رو رحمتي غلط را را رحمة رحمتي والحاء رقيقة لطيفة مثل المحسنين رحمة فلابد أنه أنت ما تشحطها رحمتي غلط رحمتي أقف طبعا تيه شوف تيه مو تيه رحمتي تيه هذا غلط هذا اختلاص لازم بين كسرة التاء وتقف فيها ساكنة باهتزاز الأوتار الصوتية وجلال الصوت والنفس وإذا استمرنا متصلة صغر حركتين رحمتي حتى لكن وقفت بعلامة الصلة تفيد أن الوصل أولى مع جواز الوقف هنا هذا ما الطبيعي لكن راح يتحول إلى متجاز منفصل ليش؟ بسبب مجيء همزة إذا ويمد حركتين من طريق الطيبة قصر المنفصل حتى إذا وأربعة خمسة شاطبية حتى إذا شوف إذا همزة شوف ما اختلاص كسرة ما يقول إذا حتى إذا لا حتى إذا إي حتى إذا هذه كسرة لازم أنه نجيبها ما نختلصها في كلمة إذا ما الطبيعي لكنه جاء بعها همزة أقلت تحول إلى متجاز منفصل حركتين من الطيبة قصر المنفصل إذا أقلت وشاطبية أربعة خمسة إذا أقلت شوف أقو أقو أمرقق مرتبة ثانية مفتوح فلا تقولي أقلت وتفخم اللام حتى والتاء ساكنة في الوصل والوقفي لا بد من الهمس اللطيف ما أقلقل أقلت سحابة غلط أو أبالغ في الهمس أقلت سحابة أيضا هذا غلط اسمع أقلت سحابة أقلت سحابة أقلت سحابة بهذه الطريقة إذا أقلت سحابة أبا ما عندي شيء غير بس أنه ولا تقول سحابة سقناه فانزلنا الماء فأخرجنا هذه كلها إمالات ما سير سحابة وعندك تنوين وفتح جاء بعدها ثاء ثقالة إخفاء رأسا نروح إلى مخرج الث سحابة سحابة في قافي شوف فيقالة لا تكور الشفاء قاف مفخمة مرتبة أولى مفتوح بعدها ألف زين ما نقول فيقالة غلط فيقالة تنوين وفتح جاء بعدها طبعا ألف ساكنة قبلها قاف مفتوح ما الطبيعة حاركتين وتفخم هذه الألف تبعا للقاف فيقالة شوف سحابة فيقالة سحابة بالإخفاء في سحابة رأحت إلى مخرج الثاء في الإخفاء فيقالة مع السين رأحت إلى مخرج السين فهكذا يجب أن تنتبه فيقالة سقناه سقناه لا لا تسحب ضمة السين إلى القاف سقناه غلط القاف مساكنة مقلقلة مع تفخيم مرتبة مقلقة للصغرى لأن في وسط الكلام مع تفخيم مرتبة رابعة فما يصير تجيب لقلقلة مراققة سقنا 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 هذه قلقلة مراققة يعني قاف مراققة لازم إيش؟ مفخمة ولا تسحب ضمة السين سقناه غلط سقنا سقناه لاحظتم؟ ألف ساكن قبلها نوم مفتوح ما الطبيعة حاركتين هو نضم الشفاة فيها كله مضمم فلن يتم إلا بيضم الشافتين ضمة لبالا لبالا دين كسرة الام وكسرة الدال تنوين وكسر جاء بعدها ميم ادغام بغنى وشوف كيف في النورسي ما تشد على ميم ميت والياء مشددة لا بد أنه أنبرها في الالياء المشددة مع عدم ذهاب صوتها واختفاء صوت الياء ولا عدم الضغط كثيرا حتى لا يتشوى صوت الياء ميت ميت شوف هذا غلط ميت لبلد دي شوف نكسر ثم ندخل في الإضغام لبلد ميت ها لبلد ميت من غير كز لبلد لبلد ميت فأنزلنا شوفوا الآن ميت تنوين وكسر جاء بعدها فباطن الشفاء السفلة مع الثناية العليا من غير يطباق للشفاء تينف 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 ميت فأنزلنا لاحظتم؟ نون مع زي إخفاء أروح إلى مخرج زي أنز أنز فأنزل لام لازم أسمعها جريان للصوت تتجل الصفات في الحروف الساكنة البعض يطغم هذه اللام في النون وهذا خطأ فأنزلنا به فأنزلنا ألف ساكن قبلها نم مفتوع من الطبيعة حركتين بيه مو بيه بيه لا بيه بيه الكسرة البع والها بيه من الها إلى اللام الماء لأن لديها همزة وصل ولام الماء قاملية بعدها حرف متحرك واجتمع حرف المد الألف والهمزة في كلمة الماء مد واجب متصل في كلمة واحدة يمد أربعة خمس حركات بيه الماء فأ 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 ها جبتها ثلاث مرات مراققة ليش؟ لأنه بعدها الخاء من أعرف الاستعلاء والراء مفخما لي مفتوح فممكن تقول فأخرجنا هذا غلط فأ بعدين الخاء ساكن البعض يسوي فيها شخير فأخرجنا هذا مبالغة لازم باللطفي بلا تعسف باللطفي في النطق بلا تعسف فأخرجنا والبعض يكور فأخرجنا أيضا هذا خطأ أنت تنظر إلى المرات إذا كنت تشخر خطأ إذا كنت تكور الشفاء خطأ هذه الساكنة مفخمة مرتبة رابعة يجري فيها الصوت والنفس من غير شخير فأ مراقق فأخرجنا هكذا وراء راجنا والجيمة مقلقة لقلقة لصورة في وسط الكلام ما أمسكها فأخرجنا هذا وقفت على المخرج جزء من الثانية ما تقف على المخرج تضرب المخرج أج أج فأخرجنا أج فأخرجنا به ألف ساكن قبلها نوم مفتوح مطبئة حركتين به هذه الباولها مكسورة ما أقول به لا به من هذه مدصلة صورة حركتين مم كسرة المم نون مع الكاف إخفاء مينك شوف هنا الإخفاءات سحابا ثقالا ثقالا سقنا ميت فأنزلنا فأنزلنا تذهب إلى دائما وين إلى مخرج الحرف الذي يحدث عنده الإخفاء مينك 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 مينكولي مو مينكولي ليش كو كولي كو كولي ولا تطل جريان الصوت في اللامة المشاهدة كولي غلط مينكولي ثمارات الثمارات اللامة الشمسية لما جيه حرب مشدد بعدها ث ومالميم مراققة الرام مفخم فالممكن تقول الثمارات ما عندي مال في الحروف العربية عندي مال الثم 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 سبحانه الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسمعون صوت الرعد والبر سبحان الله العظيم أثمارات أثمارات را ما تكور الشفاء رو لا مفخمة وتفخم لأنها مفتوحة وتفخم الألف بعدها وتقف على تاء مهموسة ساكنة جيم جواز الوقف أثمارات هكذا بهذه الطريقة طبعا بالوصل المكسورة الثمارات كذلك مو كذلك كذلك ألف ساكن قبلها هذا المفتوحة من الطبيعة حركتين اكسر اللام كذلك كذلك نخرج فأخرجنا شوف هذه النون مضمومة لا تسحبها إلى الخاء تقول نخ نخ هذا غلط نخرج والخاء الساكنة البعض يشخر نخرج هذا غلط فلابد أنه أنت تجري فيها صوت والنفس من غير الشخير وتأتي بتفخين مرتبة رابعة لأنها ساكنة ولا تضم الشفاء فيها تسحب لضمة النون تقول نخرج وهذا خطأ إذن نخرج والراء مراققة لأنها مكسورة جو نضم الشفاء فيها ورأسنا ننتقل إلى لام الموت لأن لديها مزاة وصل ولام الموت قمرية بسبب مجي حرف متحرك الميم بعدها ابغي حجك وخف عقيمه إذن نخرج الموت نخرج لا تسحب لضمة الجيم إلى اللام نخرج شوف جل هذا غلط هي جل مو جل موت والقل الموت مولين الموت بليونة وسلاسة ألف ساكنة قبلها تام مفتوح ما الطبيعة حركتين مرة أخرى نخرج الموت الموت لا الموت مولين لا تنسها الموت تربع لك نخرج الموت لعلكم غلر لماذا اللام المشددة أنا مطيتها ما يحدث ما تمسكها لها ليست ريخوها كيف أقرأها صح لعلكم بس لعلكم بس وكم ماذا أقول لا تكبر قدرة تكوير سبحان الذي يسبح الرات بحمده والملائكة من قيفته سبحان الله سبحان الله سبحان الله لعلكم لعلكم لاحظتم مو كوم هذه كل الكوم في القرآن فدرباركم ولا تسحب ضمة الكافر لعلكم ها غلط لعلكم هذا الصح لعلكم تاذ شوف من مظهر وظهر أنها عند باقي الأحرف واحذر لدوا من وفاء تختفي لعلكم تاذ تذك تذك كلها مراققة تجيك الراء مفخمة مضمومة فتقول لي تذك لا تذك تذك أقرع الراء ولا تجعل غنة في الواو تذك تذك و تذك تذك و ولا تسحبها إلى النون تقول أون لازم ترجع بالشفاء الوضع الطبيعي عند النون الساكنة بالمد العرض للسكون لعلكم تذك تذك انتهت الصفحة 157 بفضل من الله ومنه وكرمه أحبتي في الله كل ما موجود في القناة هو صدق جاري عني وعن زوجتي وعن كل مسلم حي أو ميت فخذوا ما شئتم وقططعوا ما شئتم وانشروا ما شئتم في أي مكان شئتم دون الرجوع إلي الدال على خير كفاعله ولكم ولي الأجر إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا